هنروح لكرة اليد سيدات يمكن كابتن نحيا يوسف المدير الفني برضو مازال بيقدم عروض جيدة جدا وفاز الفريق على 6 أكتوبر بـ 4 واربعين 17 الشوت الأول كان خلص 25 سبعة والمطش تلعب مبارح على صالة الأميرة عبدالله الفيسر طبعا عايز أقول لكم أنه المباراة اللي في الأول دي المطشات اللي راح جاي دي مطشات يمكن يعني أصعب مباراتين كان بتبقى الشمس سبورتينج الزمالك دي المباراة المهمة إنما المباراة الأخرى بالرغم من فرق المستوى لكن هي مهمة جدا للتجانس يعني واحد يقول لك 25 سبعة الشوت الأول والمطش خلص 44 سبعتاشر طب يا هيسن فين الندية؟ أنت محتاج مطشات من كل الليفلات مطشات سهلة مطشات صعبة مطشات مأزمة ليه؟ عشان يحصل تجانس بين اللاعبات خاصة أن في صفقات جديدة وفي لعبات مصابة كانوا مش موجودين السنة اللي فاتت رجعوا فالحقيقة كان مهم جدا ولكن الدور ده زي ما قلنا لكم 18 فرقة بالعبو رايح جاي وبيبقى أهم مطشينا عندنا هو أو 3 مطشات زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الشمس والزمالك وسبورتنج المطشات الثانية مهمة جدا للتجانس وكابتن يح يوسف ماشى على خطة سبتة واحنا متصدرين الدوري وإن شاء الله ماشيون بخطة سبتة أن احنا نرجع في نتصدر الدوري زي ما كان خليني بس أوضع لحضراتكم أن مطش 6 أكتوبر ده في الكاس مش في الدوري ولكن موقفنا في الدوري والكاس اللي اتنين سوا يعني سوا احنا مشين كويس بنتصدر وبنكسب كل ما تشطنا كل ما تشطنا من الأول الموسم كسبنا موسيقى موسيقى